اشتركوا في القناة ويعرض نقاط القوة والضعف في جامعة بغداد ما هو موقعنا وكيف نحسن موقعنا على المستوى العالمي هناك مفاهيم كثيرة في التعليم ظهرت من أجل الارتخاب المؤسسة الهدف أنه بعد أن نتعلم بعض نعرف مواطن القوة والضعف في جامعات العراق ومن ضمن جامعات بغداد العريقة أيضاً نقارن مع جامعتنا لأننا جامعاتنا في استراليا أيضاً عندنا مناطق قوة ومناطق ضعف ونحاول جهد إمكاننا في نهاية هذه الرحلة أنه تبرج the gap الأشياء التي موجودة أنا شفت حقيقتنا في جامعة بغداد كثيرة بس الشيء التي جداً لفت انتباهي هو الكونسلتيشن يعني جاي يشتغلون الكونسلتيشن والتي هي استشارات ما وفرته جامعة بغداد من إمكانيات للارتقاء بمستوى التعليم العالي بالعراق لأنه اليوم هناك نظرة سوداوية على التعليم العالي في العراق نتيجة لما يتداوله ما تم نقله إلى العالم من خلال وسائل الإعلام ولكن ما وجده على واقع الحال هو بالعكس هناك تطور كبير في البنى التحتية في الإمكانيات في المناهج استقبال جامعة بغداد الوفود العلمية وأخرى تعمل على وضع معايير عالمية خطوات لاقت استحسان أعضاء تصنيف تايمز العالمي أبدوا من خلالها إعجاب المختصين بمستوى التعليم وتقدمه أول شي لاحظت من وصلت الكامبس جدا جميل كبع الجامعة أنا متأكد أن هناك الكثير من الطرق للتعاون بيننا وبين جامعة بغداد جامعة بغداد هي من أهم الجامعات الموجودة بالعراق ونحن كتايمز نحضر إلى توقيع اتفاقيات أو معاهدات أو تعاونات لبرنامج صباح الخير يا عراق من بغداد عباس العلوي